قام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بزيارة اليوم إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمقر إقامته في مملكة البحرين حيث جرى استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تطويره بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين وتطرق اللقاء أيضا إلى واقع ومستقبل العمل الخليجي مع انعقاد قمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مدسى التعاون لدول الخليج العربية بمملكة البحرين بالإضافة إلى أبرز المسجدات في الشائنين الإقليمي والدولية وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على عمق علاقات التعاون والأخوة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة في مختلف المجالات منوها سموه بما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين من ماء مضطرد يعكس روابط الأخوة الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وشهد سموه بالجهود التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر على صعيد تطوير التعاون الخليجي المشترك هذا وعرب سموه عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بالشكل الذي يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين وقد أكد صاحب السمو أمير دولة قطر وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على همية القرارات والتوصيات التي تسفر عنها القيمة الخارجية في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك بما يتناسب مع موططلبات المرحلة الرهنة والتحديات التي تمر بها المنطقة ترجمة نانسي قنقر